معنا الأستاذ أحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعمة نعمة الحمد لله بولي سعدت الوقتي والدي مسلم وذات له جلطة في المعاخ بني إن شاء الله يجمع له وبين تمام الأجر والعافية يا رب دعواتك لي رب رايش فيه إن شاء الله بني إن شاء الله يشفي إن شاء الله قبل ما يخش الرعاية كان بيروح للمسجد ويجد للمسجد ويصلي ويصلي مع بعض الفجر وبكل حال بالوقت بركب أسطرة بركب كفولة ومش باين أو بيتوه في الوقت لقد أسطرت علي المذكرة بتاعته طيب ربنا إن شاء الله يحفظه ربنا يحفظه من كل ما كروه إن شاء الله الله محمد يا رب أقبل صنع دلوقتي بإيه بالزمد إحنا دلوقتي بدل هو حصله الحالة دي إحنا مش عارفين دلوقتي هو بيعاني من إيه فنحاول نذكره بشيء من الهدوء ما نتغطش عليه لإنه ممكن الضغط عليه ده ما يكونش أصلا هو ابتدى يروح منه إيه الصلاة بيصلوها إزاي أو إن الأوقات بيصلوها إمتى فإحنا نذكره بهدوء ليه؟ لإن الحاجات دي ممكن تتخلف بعض الأحيين إنه ما بقاش مكلف لإنه خلاص ذهب عقله لإنه إحنا عندنا بيذهب العقل بمرض بمرض فممكن يذهب العقل بعد الشر يعني فإذن إحنا بنذكره بنذكره بده ونحاول بقدر الإمكان نساعده على ده نساعده على التذكر ده طيب نعمل إيه؟ نوضيه ونساعده طيب هو إذا كانوا ما بقاش متذكر نساعده إنه هو يتذكر طيب إذا ما كانش قادر بها خلاص الأوقات اللي هو ما بيبقاش فيها وإحنا مش عارفين هو صلى ولا ما صلهاش إحنا مش هنقدر نخليه دايما تحت سيطرتنا وتحت سلطتنا لكن نعمل إيه؟ نذكره نذكره عشان ننشد ذاكرته الأمر الثاني والمهم أنا تظنت لما حدك سألتني كمان أنت ممكن تسألني طيب هو ما يروحش المسجد وهو دلوقتي بيصلي وهو قاعد أو كده طيب ثوابه عيكون آه إن شاء الله بشروه بأن ثوابه عيكون لي نفس ثوابه اللي كان لي لما كان بيروح المسجد ولما يكون صحيح هكذا تحدث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مبشر أهل المرض لما قال لهم بأن ثوابهم يحصلون عليه صحيح مقيم يعني إذا كان الإنسان مسافر يحصل على ثوابه إذا كان مسافرا كما كان يحصل على ثوابه مقيما وإذا كان مريضا يحصل على ثوابه عندما كان صحيحا فإن شاء الله ربنا يكرمه ويبيهدوء لأن حداك بتقول أثر على ذاكرته والتعبير إنه قد يكون أسرع على عقره فوحدة وحدة بنذكره وبنساعده من غير ما نشق عليه لأنه إحنا مش عارفين درجة المشقة عليه بتكون شكلائي لأنه ممكن يكون الضغط عليه ممكن يكون بيتعبوا نفسين فيؤخر البرق فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجمع له بين تمام الأجر والعافية إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر